السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قامت الفرق الرقابية اليوم بضغط مستودع لمساندة الحملة الأمنية المشتركة وحيث يتم في المستودع تعديل تاريخ الانتهاء لمواد غذائية مختلفة وجميع هذه المواد انتهت الصلاحية ويتم طمس التاريخ السابق وإضافة تاريخ جديد طيب هذا النموذج الموجودة الآن تاريخ منتهي في شهر 10-2016 ويتم تعديله إلى 2017 طبعا يتم التعديل بالطريقة هذه يجي عند العامل الآن سأولي عملية الماسي كيف تريغية الماسي عندكم؟ الآن مادة التناران مسح التاريخ نهايي الآن ننتقل المرحلة الأخيرة وهي محاطة طبعة التاريخ الجديد واسطة مكينة كمبيوتر الآن متواجد عند الموقع هذا الآن بعد مسح التاريخ نضع التاريخ الجديد الآن نضع طريقة المكينة وعلى الآلة الموجودة عندنا الآن بالطريقة هذه شغل لي هذه المكينة والكمبيوتر يتم تعديل التاريخ من هنا حسب الوقت وحسب التاريخ وحسب نوع المنتج هذه المنتجات الآن التي تم تجهزها وعدادها للتسويق ثم تشوفون أنها كميات مختلفة وانواع مختلفة كميات مختلفة حليب سائل، حليب بودرة، حلويات أطفال، عندك فول، حمص، وكما ننصح التجار مما يقومون ببيع المواد الغذائية بالتأكد لمصدر البضايا وبالتأكد من الموزعين وفي الختاب نشكر الفرق الرقابية والحملة الأمنية المشتركة في منطقة الرياض على جهودهم التي قدموها